السلام عليكم حبيباتي ومميماتي الغليات اللي بنوري لي القناة كديري اللبس عليكم تمنىكم تكونوا بخير امركم كل علاقة ان شاء الله دائما ناشطة ينفحان ينساعدة نتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال مميماتي وصحاباتي وخواتاتي وحتى المشتركين جداد مرحبه والف مرحبه بكم نتمنى هاد القناة البسيطة تعجبكم وتكونوك تستفدو منها ولا وغير شوية في بداية كل فيديو كان بغان شكركم بزاف بزاف وخش شكر قليل فحقكم على تعليقاتكم طيبة على اللي لايك ديالكم لي ما كسب خلوش عليا لهلي خطيكم الله يكبر بيكم الله يخلي لكم صحيحة ويخلي لكم كل عزيز وكيف العادة كنتمنى لكم اي حاجة زوينة في هاد دنيا لهلي خطيكم عليا ومرحبه بكم في فيديو جديد اليوم ان شاء الله هنتشارك معاكم جوج الوصفات القوتي كيف قلت لكم ما غديش تبقى وتحيرو ان شاء الله هنتشارك معاكم هاد الكيكة العائلية اللي كتجي رائعة خفيفة بحل ريشبونت وكتصلاح تبقى عندكم تلسي منافة اللجو او اللف المجميد ما كيوق عليها والو كتجي رائعة بزاف وغنتشارك معاكم هاد الكوكيز اللي احسن من لي يزنقه كي يجيه شيش ومرمن كنتمنى من كل القلب يعجبوكم الوصفات لان فعلا كيستحقوا تجريبه والحمد لله راكم قطقوا فيها يلاعجكم الفيديو كيف العادة ما تحرمونيش من التعليقاتكم وماللايكات ديالكم طبيعة الحال الى شفتوني انني نساحق شجعوني باللايكات باش ان شاء الله نتحفزهم ونبقى ندر معاكم وصفات يومية اللي ينفعوكم نخليكم مع الفيديو وفرجة ممتعة بسم الله على بركة الله غادي نبدو بالكيكا اللي كتجي عائلية كتجي رائعة بزاف غادي نحتاجوا 5 ديال البيضات اللي كيكون متوسطين الى عندكم البيض كبير كتدروا غير ربع ديال البيضات ودروري دائما البيض ما يكون بدرجة حرارات المطبخ وعندي هنا 250 جرام ديال السكر حبيبات او للسكر سانيدة 250 جرام اللي هي كاس ونص عنبه وكتبقى الحلوة على حسب الدوق وعندي هنا 160 مليلي لتر ديال الزيت النباتية اللي هي كاس عنبه 80 ملي لتر ديال الحليب السائل 80 ملي لتر اللي هي نصف كاس عنبه وعندي هنا واحد العلبة ديال اليوغورت او لضانون بالنكهة ديال الموز او للفاني اللي كتفضله الوزن دياله 110 جرام وعندي هنا جوج ديال مع القبار ديال الكوفيتير او للمرباء ديال مشماش سوى اللي كيكون جاري او اللي كيكون تقيل ماشي مشكيل عندي هنا جوج ديال السكار ديال فاني 14 جرام ممكن تديره غير واحدة وعندي هنا واحد وعشرين جرام ديال بيكين بودر او لخاميرات الحلويات واحد وعشرين جرام وهي ثلاثة ديال الصاشيات وعندي قبيصة ديال الملحة وغادي نحتاجوا معلقة كبيرة ديال الخلي كي يخلي لنا الكيك كي يجي خفيف وكي يجي مفشفش بالنسبة لتزين ديال هاد الكيكا كيبقى على حسب الرغبة ديالكم انا غادي نزين بشوية ديال لوز افلي وشوية ديال حوبيبات ديال الشغلات ديال الكوكيز ويبقى لكم الاختيار ممكن تخليوها غير عادية بالنسبة للتقيقة نحتاجوا 300 جرام ديال تقيق لي هي ثلاثة ديال كيسن ديال عن بل يكونوا عامرين ودائما تقيق تيبقاه لحسب الخاليط لكن را كنحاول نعطيكم مقادر مضبوطة بطبيعة الحال تقيق كي يكون نوعية جيدة بسم الله كناخدها كواحد البول او لواحد الايناء اللي كندير فيه دوك خمسة ديال البيضات اللي كي يكونوا متوسطين مع سكر مناسس بالفاني 14 جرام وقبيصة ديال الملحة وكاس ونص ديال السكر سنيدة كي يبقى لكم ممكن تنقصوه لحسب الحلاوة اللي كتبغيون تومه ممكن تديرو غير كاس سنطرب بالخلات الكهربائي او الميكسر او باي حاجة عندكم مهم هاداك البيض خاصوه يتطرب مزيان حتى يتبدلين اللون ديالو كي يولي بيض بحال هكا عاد كنزيدو داك الكاس ديال الزيت اللي هي ميوستين ميليليتر كاس عنبا وكنخلط شوية وكنضيف هادو كجوج لمعالق ديال الكوفيتير او للمربة ديال مشماش لكي يخلي لنا هاد الكيكا كاتجي مصقية وما كاتجيش ناشفة نهائيا وكنضيف نصف كاس ديال الحليب وكذلك علبة ديال ضانون بالنكهة ديال الموز لكي يعطي واحد المادة قرائع بزاف غادي نخلط المكونات حتى ينساجموا مع بعض اياتهم صافي وكنحي يضرر بالكهربائي وغادي نست نستعملوا غبط حانة عادية رمكين حتى مشكل يعني كيف ما ندير معكم دائما الكيكات وده بغادي نبدا نضيف الطقيق دائما على دفوعات انا بالنسبة لها الكيمية اللي اعطيتكم كفاتني 300 جرام زائد معلقة كبيرة يعني ثلاثة الكيسان ديال العنبز زائد معلقة كبيرة لان البيض عندي متوسط يعني دائما على حسب البيض وانا غنوريكم القوام ديال الخليط كيف اشخاص يكون كذلك هنا راني درت الخمارة الحلوة كيف كتليكم ثلاثة وعشرين جرام وكنخلطها كيان هنا يرى كيف شفتو بقيت كنطرب البيض حتى الضعف الحجم ديالو وهاد المرحلة الصراحة مهم ما كيخليلينا الكيكات كي يجي خفيف وكي يجي رائح خصوصا هاد الكيكات غير جربوها بعينيكم غمضرة كدشي خطيرة هنا كيف لحطوران ازلت معلقة كبيرة ديال دقيق لان بلي القوام ديال الخالط يعني بقي خفيف شوية وغادي نضيف معلقة كبيرة ديال الحامض او للعادي اللي توفر لكم انا هادك هو اللي كان عندي اه صافي والخالط دائما كنديرو به رقم ثمانية بلا ما يقطع كيف شفتو بقيت لكم هذه المرابة ديال مش ماش كتخليلينا الكيك يجي بحالة مستقيمة لداخل وكي يجي زوين بزاك وبطبيعة الحال الدور ديال الخلق يخلي الكيكة خفيفة وكتجي رائحة وما تنسوش واحد القضية دائما مليت بغايد دقيق ضروري ما كتغرب له هذا هو القوام ديال الخالط كيف كتلاحظو معي يعني كندير به رقم ثمانية ما كيكتاش انا اخذيت شوية ديال طحين ودرت في ذاك ببيبي دو شوكولات ديال الكوكيز ومرمتوا فيهم زيان ومن بعد غ شوكولات ديال الكيكة كيبقى غير من الفوق هنا اخذيت هاد المول العائلة الكبير لي فيه اربعين سنتيم على ثمانية وعشرين سنتيم كيف كتشوفو في الطول وفي العرض فيه ثمانية وعشرين سنتيم دهنتوا غير بالزبدة ما تحتاجوش كا الى كان عندكم هاد المول هذا الى درتو ذاك ديال طاوة ديال الفران حتى هي تدروها رمش مشكلة هي غتجي كوم زوينة صافي وكنكبو الخليط ديال الكيكا كيف دائما كنقول لكم ضروري ما كنطلعوها كي المول احنا كنكبو ذاك الخليط كنحاولها كي ينساويها باش كتجيني مقادة ما تجينيش جيها طالعو وجيها هابقا من بعد غادي ندير ذاك اللوز ايفيلي او الكوكاو كيف قتلكم اللي توفر لي كم يعني كل واحد يدير اللي يم توفر لي يعني ذاك الشي اللي عنديران يدرتو كنفرتت هاداك اللوز ايفيلي على الكيكا كامل وكندير كذلك هاداك شوكولات ديال كو كيف قتلكم مرمدو في الدقيق وغربلته يعني رماني خليش فيه الدقيق باش هكا ما كيهبطش ليكم كيبقى من الفوق وطبيعة كيبقى مرحلة اختيارية اللي كيبغيها عادية ممكن تديرها غير عادية اه صافي من بعد ما كنوزع داك اللوز ايفيلي كنوزعهم وكندخلها الفران كيف كنقول لكم دائما بنسبة لكيكات كان طيبهم فران اللي كيكون بارد يعني حتى كندخل كيكا الفران عاد كنشعل عليها النار اللي كتكون توسطة غير من تحت حطا طيب وطنفخوا التحمرة من الجناب عاد نهبطها لتحت حمرة من الوجه ديالها وذا باغا نتشارك معاكم الكوكيز اللي كيجي مقارنة بسم الله عندي هنا ميا وخمس وعشرين جرام ديال الزبدة بالنسبة للزبدة استعملوا ديال البواطة المارغاري اللي توفر ليكم انا هنا استعملت الحيوانيا او لديال لعبار وكيف تلكم على حسب لي توفر ليكم عندي هنا مية جرام ديال السكر الاسمر او للسكر البني مية جرام لي هي كاس عن بل لي ما تكون شعمر وكيبقى علي حسب لي توفر ليكم انا حيتي عندي فش ما كيكونش عندي راكن ديال غير كاس ديال ساني دا مع مع القصغيرة ديال القرفة وراكي يجي رائح بزاف منسبة للاخوات اللي غايقولوا لي باش نعوضو وحندي هنا نص كاس ديال الزيت اللي هي 80 ميللتر بطبيعة الحلز زيت نباتية وغادي نحتاج جوج لمعالق كبار ديال انشاء او لميزنا دقيق الدورة جوج ديال المعالق كبار بيضة وحدة لي كتكون كبيرة شوية سكر مناسم بالفاني 7 جرام 7 جرام ديال بيكين بودر او لخميرة الحلويات الصاشية وحدة ديال الخم وغادي نحتاج نصف مع القصغيرة ديال القهوة سريعة الدوابان لك تعجبني انا بزاف الكوكيز كتعطي واحد الماداق وحتى واحد اللون زوين والناس المكلي يفضلوهاش ممكن مديروهاش وعندي هنا شوكولات ديال الكوكيز الكيمية كتبقى على حسب الرغبة ديالكم ومن الافضل الى كان نوعية مزيانة بشاكك يعطينا ماداق زوين وكيبقى على حسب كل واحد شنو توفر عنده وفي طبيعة الحال غادي نحتاجوا الدقيق ديال الحلوة من 400 جرام حتى 500 جرام ديال الدقيق من 4 الكيسان ديال عن بحث الخمسات الكيسان على حسب النوعية ديال الدقيق اللي عندكم بسم الله على بركتي الله كناخد قصرية اللي كندير فيها 125 جرام ديال الزبدة مع قبيصة ديال الملحة والسكار فاني وكاس مع مرش ديال السكر الأصمار او لا السكر البني او لا غيس كار ثاني دمع مع القصغيرة ديال القرفة كتعطي واحد الماداق رائع بزاف وكندمجوه زيان هذا السكار مع الزبدة يعني يحتقي ينساجموا مع بعضياتهم عاد كنضيفوه نصف كاس ديال الزيت وكذلك هذيك القهوه سريعة الدوابن نصف مع القصغيرة كنزيد لها غير قطيرة ديال الماو كنحاول ندوبها حيث اللي ضفناها مباشرة ما كتدوبش كي بقوها كيح وبيبت وكتجين مرره في الكوكيس ضروري ما كتدوبوها غير في قطرة ديال الماو كنخلط المكونات حتى نساجموا مع بعضياتهم كيف كان نقول لكم دائما هاد المرحلة مهمة قبل ما نضيفو البيض ضروري ما كنخلطوه الزبدة مع السكار مع الزيت مزيان باش كتجين الحلوه شيش ومرملة من الل كيف كان نضيفو البيض ما كنخلطوه بالسكار مع المكونات صافة كيف قلت لكم من بعد ما ضفت البيضاء خلط تغير شوية حتى دخلات لي في المكونات عاد غادي نضيف دكجوش لمعالق ديال النشاء او لميز زيناء بطبيعة الحلوه عندي مغربلة مع الخمارة ديال الحلوه 7 جرام حتى هي مغربلة ضروري ما كتغربلو كل شي باش هكما كيبقوش لكم دوك الكوويرات وغادي نبقى نضيفو الدقيق بشوية بشوية ودائما دقيق كيف كان قلليكم كيبقى على حسب الخاليط انا را كنحاول نعطيكم تقدير بش هكا كي تجيكم القضية سهلة ولكن را كنطقيق اللي كي يشرب كيف كان قلليكم دائما وكي يلي لا هنا يملي كان وصل هاد المرحلة كتكون العاجين مازال جارية كنضيفو هاداك الشوكولات ديال الكوكيز باش كيتخلط لينا مع العجينة كاملة حيت ملي كان ضيفوه في الاخير كتجي جيها في هاداك الحبيب ديال الشوكولات وجيها لا ومن المستحسن انكم تكونوا حطينو في المجميد من قبل باش كي يحافظ لكم على الشغل ليالو ما كيدو بش واصلا ه هذا اللي يكون نوعية جيدة را ما ما تخافش منه ما كيدو بش من بعد مجمعة العجينة كتولي بحالها خاصها تكون خفيفة شوية ما تكونش قصحة إلا بغيت الكوكيز يجيكم ها كي يمقرم الشيش يشكي يدوب في الفم خاص العجينة تكون خفيفة شوية يعني في ما بين 400 جرام ديال بقيق حتى 450 جرام ديال بقيق هذا هو القوام ديالها هنا ياخدت واحدة طوال كبيرة فرش فيها طبي السلفوغي زي او لكي تدهنوها غير بشوية ديال الزيتها كتفادي الاختصاق وغادي نبد بها الطريقة العادية يجي في الشكل دياله زوين واصلا انا كنبغط عليه يعني كي يجي رقيق راكم غتشوفوا الشكل دياله في الاخر ها دي دازت نعود معاكم واحدة اخرى غادي نهز كمية ديال العجين وكي تبقى حسب انتوما القياس اللي بغين تديرو انا تقريبا ها درتم كبار بحال اللي كيتباع في الزنقاء ناخدوه ونكوروها كي العجينة مبيني الدينة ونحطوها كي في الكف ديال الدينة ونقرصوها شوية رقيجي وهذا كيف كتلكم السمك دياله بالنسبة لهاد الكيمية هادي باشن نعطيكم شحر كتخرج تقريبا كتخرج لكم 50 حبة ديال الكوكيزة ما شاء الله الخير والبركة وهادي الى درتموهم صغيرين انا غنوريكم واحد الوحيدة درتموهم صغيرين جوا رائعين بزاق انتوما ما كناخد كمية ديال العجين وكنحاول نجمعها في ايدي وكنكورها بها طريقة هادي ومنبعث كنقرص هاكا باش كي يجي السمك ديالها رقيق لانا اصلا فيها الخميرة رقيق يضع في الحجم ديالها وكنحطوهم في الطاوى يعني حتى كنعمر الطاورة مازال شيطة عندي العجينة هني يزيين توم شوية ديال الحوبيبات ديال الكوكيز من الفوق باش كي يجيب حال ديال الزنقا وغندخلو الفران اللي تيكون بارد كنشعل عليه يغامل تحت النار اللي تكون متوسطة باش يطيب على خاطروا لان مهم طيب دياله يطيب على خاطروا حتى يتحمر من الجناب ونهبطوه لتحت تحت تحمر لنا من الفوق داروري الطيب ديال ورا هو كل شيء طيبتو مزيان رغاي يجيقون مزيان وهذا هو الشكل دياله كيف كتشوفو كي جي رائع وهدو ه هدو من اللي درتهم صغيرين كي يجيوا كيوت وكي جيوا تفش شكل ديالهم زوينين وكي جي رائع راح سمن ديال مقام طبيعة الحل حتصو بنا فضر ودرنا الشكلات المزيان ودرنا ولكن كل واحد طبيعة الحل كيدير اللي توفر عندو كيف كتليكم معاك يجب ان تجلبوا رأسكم كل واحد القديم اللي عنده كل شي كي يجيزوين المهم هو المشاركة خيب غير بلاش والكيكا هي هذه بطبيعة الحام بعد ما خرجتها من الفران دهنتها بشوية لكم فيتير من الفق يبقى اختياري بخليها غير عادية وهناي اغن قطعها معاكم باش تشوفوا الشكل دي الهارة ما شاء الله تتخرج كميا كتيره هذا هو الشكل دي الاشوفوا معيش حل كتجي خفيفة واحد الخفة فيها عجيبة وكتجي كلها محمرة هانتوما كتجي بحل ريش بوند كتجي خطير انتم ان شاء الله تجربوها وهكي كتلايق خصوصا رجالاتكم اذا ما كيبغوش يفطروا في الصباح او الوليداتكم كتدوز في الصباح معا شكاس دي القهوة والادي كتفتح النفس جربوها ان شاء الله تعجبكم احتى رجالاتكم ويقولون لكم هادي ما تبقاش ما تبقاش تخطاكم عندما شوفوكي كتجي خفيفة وزوينة رائعة رائعة وبطبيعة الحال دائما المصداقية غنتشارك معاكم تلك وكيز كيفاش كيجي كيفاش كيجي الشيش عندما مرمل ويلا لاحظو معي راه طيب ملداخل عليش قديكم اعطيوه ووقتو في الطياب النار تكون توسطه بشي طبيع على خاطره عندما كيجي مرمل وكيجي عجيب ورا ما شاء الله كيف درتوا راكله ومنو وكينفعني احتى انا في اللانش بوكس ضروري احتى انا هادي العام عندي اللانش بوكس وعندي الفطور وعندي الغضاء اشترك معاكم ان شاء الله الافكار اللي كندير انت من الناتق بالوعدية ويعجبكم الوصفة اللي كندير وخرا بساط وسهلين وخلي وليت علي قايتكم وخليت لكم الراحة يا اغلى الناس والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسستمى انستظر لكم وعندي هنا كاس عنبه ديال الحليب السائل كاس عنب STR ا lobby 60ملل 100 100 ملل gì 400 ملل 80 غرام ديال الطقيق الابيض او الفارينه 80 كاس عنب 4 كاس نصف كاس عنب نصف كاس كوك نصف كاس عنب العلبة ضانون او اليوغورت بالنكهة الفاني للوزن مئة و عشرة جرام واحد البيضاء معلقة كبيرة للزبدة و انا تعجبني نكهة في الحرشة ممكن تستغناء عليها و تزيد جوج المعالقة الزيت النباتية على دكاس الاروب عندي هنا البيكن بودر او الخميرة الحلوية 14 جرام او لجوج الصشيات قبيصة ملحة سكر مناسا بالفاني 7 جرام و نحتاج نصف معلقة صغيرة الخميرة الفورية او نصف معلقة صغيرة و لا تكون ملوقة هذو هم المقادير بسم الله الطريق التحضير اخذ واحد الاناء او واحد البول ندير فيها 500 جرام او لاربعة الكيسان العنبة مع 100 جرام ديال سكر سنيدة حتى 120 جرام على حسب الحلاوة اللي اتبغيوا مع كاس مع مرش ديال بقيق لكن انتو ما ديروا كاس راني من بعد غدي نزيد ربع كاس يعني في المجموع كاس ديال العنبة ديال بقيق 100 جرام ديال بقيق مع جوج ديال الخمارات نغرب لهم بطبيعة الحال باش ما يبقوش لنادو الكويرات نضيف سكر مناسا بالفاني 7 جرام قبيصة ديال الملحة نصف كاس ديال الكوك اللي هي تلزت المعلقة ديال الكوك او لجوز الهند مهم كنضيفوا النواشف كام لو كنحاولوها كينخلطوا هذي النواشف مع بعضياتهم حتى كيتخلطوه كينساجموا مع بعضياتهم معلقة كبيرة ديال الزبدة مع مية مليلي لتر ديال الزيت نباتية و كيف قلت لكم اللي ما كيفضلش الزبدة ماشي ضروريه زيدو غير اجوش المعلقة ديال الزيت على هاداك كاس اللاروب ولا كتكتافيه بكاس اللاروب فقط ماشي موشكي لانا كتعجبني انك هذي الزبدة كتعطيه واحد المادة قزوين و غادي نبدأ نبس بس هاد السميدة هادي مع ديال مكونات الجافة كاملة اللي ضفنا حتى كيتلبسوا كامل يمديك الزيت هاد المرحلة مهمة يعني كنعطيه وهم الوقت واحد دقيقة مías هدا الحريشات كيجيوジات هشه يبسين فالفرران مان بعد ما كان بسبسهم مزيان سنتضيف نصم بعدك الصغيرة الي الخامير الفوريه و واحد البيضه التي يكون تتوبصها وغادي نضيف كاس ديال الحليب بايش trynaدوب فيه لا كتكون اعامره مزيان مما خلط الحليب و هديك البيضاء مع المكونات و دائما كيف كانعرفوها أن الحرشة ما كتتعجنش نجمعها فقط بالاطراف ديال لاصابيع ديالنا من سنضيف كذلك هدك ب transforming تبلي حرشة بانها سائلة شوية تبلي حرشة سائلة سائلة سوف ندخله بها الطريقة سوف ندخله بها الطريقة سوف نرتاح ربع ساعة سوف ندخله بها الطريقة سوف ندخله بها الطريقة سوف ندخله بها الطريقة سوف يجب عليها أثر سوف ندخله بها الطريقة سوف ندخله بها طريقة اتفادوا الالتساق اما هي القوام ديالها ركي جيوا هاداك بالنسبة للحجم ديال الحريشات انتو ما اللي كنت تحكموا فيه سواء نديروهم هكي مطوستين ولا كبار ولا صغار اللي بغيتوهن هن يدرسون بحجم تقريبا نرى كبير لان ما شاء الله ركي يضاعف الحجم ديالهم في فران مهم هادي دازت كان في ندهم هكي في ديك السميدة الغليضة مع الكوك كان اخذ هكي كميه ديال الخليط ديال الحريشات ديالي وكان حاول هكي نجمعها في الدية هو الاول عاد كان مرمدها في داك الكوكو السميدة باش مكدخلش ديك السميدة لداخل ديال هاد الحريشات هادو غير كان قاد دهو عاد كان بدان فندها يعني بطريقة عادية دائما بعض توضيحات كيكونوا على حساب الاخوات كيف كان نقول دائما اللي ما زال مبتدي انا رمت بحنا واحد لفئة اه ما بين خمستاشر عام تل طمانتاشر عام باشي مش كين نذكروا هاد الملاحظات بنفس الطريقة كان اخذ الكيميه اللي بغيت مهم انا عيني ميزاني في ادية كان كورها في الاول في ادية عاد كان حاول نفندها في داو الكوك مزيان يعني من التاحت و من الفوق على هاد الشكل اللي كتشوفو وكان حطهو دائما كان بعد ما بناتهم لان ما شاء الله راكي ضعف ما غنقرسهم اوالو غنخليهم غي هكاك راهو ما غايت طرخوا بوحدهم في الفران وغايت ضعف الحجم ديالهم من نفس الطريقة هانتو ما كان اخذ كميه هاكي ديال الخالي ديال الحرشة وكان حاول هكي نجمعه في ادية يعني كندير مهم كن لولب في ادية عاد كان بدا نفنده بسميده به هاد طريقة هادي كنلبسها كاملة بسميده عاد كان حطه في الطبو كان حاول نبعد ما بين كله وحده وحده وغادي نستمر حتى نكمل كميه كاملة اللي عندي وف هاد الاثناء فاش نكونوا كنكورو هاكي الحريشات ضروري ما تكونوا شاعلي الفران لان هاد الحريشات كيبغيوا الفران يكون سخون شوية يلا دخلتهم الفران بارد كيبقوا بزاف الفران وكيبسوا يعني ضروري ما كتشعلوا الفران من قبل واش كيسخن ملي كتدخلوهم كتكون مار متوسطة شوية ما تكونش ناقصة لان كيف كتليكم يلا خليتهم كيطيبوا على خطرهم را كيبسوا من بعد ما كملتهم كيف كتلاحظوا ربعيتهم على بعدياتهم تقريبا هاد الكمية را كتخرج من 14 وحده حتى الخمسطاش على حسب قديش درتوهم غا ندخلهم الفران اللي عندي سخون انا الفران ديال القاس من اللي يدخلوهم الفران ضروري الداخل من فوق منهم حتى كيبانو لكم يبدو يتشقو كاملين اعطلهم الفوق بش çek対بων تمت من تحت أعططا هبطهم عغ Yemen وثاني تحت يكملوا طيبهم بالتحمر من профوق يعني ضروري ما تكون العافلة ف الاول من فوق منهم حتى كيبانو لكم كيتشقو؟ يتتحمروا اللي يلتحقو تحت ويطيبو عاد هبطوه مع وتاني كملو طيابهم كنتمنى تكون طريقة واضحة وكيجي هادا هو الشكل ديال الحريشة ديالنا كيجي ورائعين وانتو ما كنت تحكموا في تحمر ديالهم كيجيو خطير اللف الماضاق لف الشكل ديالهم مهم الماضاق هو المهم هانتو ما شوفوا معايير كيجيو رطبين لواحد درجة ما تصوروش كيجيو هشاشين واش مبقوا عندكم مضة طويلة في تلاجة يلقون الفطور لقوتي ننتمنى من الاخت اللي طلبتهم مني يعجبوها وحتى الاخوات يجرب وهم علاش الله وتردو عليها كيف العادة اللي يخطيكم اخواتي على التطبيقات اللي كتصيف طولية في الواتساب وفي الانستغرام اللي يسهل عليكم انا كم فرح كتر منكم خصوصا لانكم كالطاقفية خليت لكم الراحة والسلام وعليكم ورحمة الله